السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبيب قلب عامل القياه يا رب اكونوا في خير وفي احسن حياة. جالكم فيديو جديد النهاردة يا رب الفيديو لنا الاعجاب. قم بيلي عليكم حبيب قلب اللي ما اشتركش في القناة يشترك. ويفعل زر الجرس على الكل عشان نوصلكم كل جديد من قناتي قناته مولاية. قبل ندخل في محتاج الفيديو بتاعنا ياريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. وعلى اهل واصحابي اجمعين. حبيبنا ونبينا وشافعنا يا امود دين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد اجمعين. ويرزقني ورزقكم الخير جميعا. اللهم وامن يا رب. دي كانت اخر كتاكية خرجالة من الفقاسة. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. شايفين الكاتكوة البزراميوت الكبير ده بسم الله ان شاء الله. ولا يحاول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مش عارفة تلاتة بزراميوت او فهم حاجة بلدي. لان المسافة بعيدة عني. هما اتنين بزراميوت واحد بلدي. هما اتنين بزراميوت اللي الجهاد خالص. نذكركم. بالصلاة على الحبيب. صلى الله وعليه وسلم. بعد كتاكوة همدي كده يا ربنا يبارك والباقي بلد مهاجر. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير. انا الفترة دي شغالة على مطهر معوي. للطيور بتاعتي ربنا يبارك للجميع نوع ممتاز جدا جدا. حاجة بسيطة جدا جدا مش هتكلفه كتير. وممكن تقعد عندك فترة اني انت ايه تحطط له طيورك في الماء. انا شغالة الجميع الطيور بتاعتي على المكون ده. الفترة دي بسم الله ما شاء الله جايب نتيجة كويسة جدا جدا. ممكن تستقبل عليه الطيور الصغيرة. يعني لو طيور طلعالك من الفقاسة. لسه صغيرة او طلعالك من تحت الطيور وبيحصل فيها نافأ او بيحصل فيها مشاكل. ممكن تستقبلها على المكون ده. هنجيب السقاية بتاعتنا. نشطفها الاول كده ندلع الماء اللي فيها. عشان معنا ضيوف جديدة في الفقاسة. وهنستقبلهم على نفس المكون اللي احنا هنورره لك دلوقتي حالا. بس هنشطف السقاية بتاعتنا. وهوريك وانا هنعمل ايه? يعني طلعينها كام فرخي كده وبطيه. حاجة بسيطة يعني. بس الحمد لله على قد انتاج البيض اللي موجود معي لان انا ما عنديش بيض اصلا الطيور بتاعتي كلها الوقتي. وطولا ما قال شريش حتى روبط بيض. البيض بيطلع فاضي ما بيطلعش فيه اجنة وكده. دي المكون بتاعنا الاساسوية حباية بقلبي. شايفين? بتادين محلول مطهر. انا اشغل عليه الطيور بتاعتي. بحط حوالي يعني خمسة كده. على الركل. جميل جدا جدا. ديت عطا بريق استقبال. فحصنة. مطهر للامعاء. حاجة ممتازة جدا جدا جدا. كل ده يتحلل لوقتي في قلب المياة. فما تقلقوش منه خالص تماما في لحظة مش هتلاقوله اثر. البتادين ده مش هتلاقوله اثر. هيتحلل في المياة وهيروح خالص وهكоб المياه ترجع للونها الطبيعي لو انت اخدت بالكو Protest شوية اللي البتادين بيتحلل في المياة. والمياه بترجع للونها الطبيعي خالص. فالبتادين اه كويس جدا جدا. لو مفيش محلول جفاف. او جبتي محلول جفاف وما جابش نتيجة والطيور بتموت عندك. حطي بتادين على المية. وهتدعو لي والله جميل جدا جدا ممتاز. اللهم بارك يا رب. هقلبي السقاة وحطا له الطيور. وهرجع وريكم الكتاكية اللي خارجة معنا في الفقاس. خلاص يا حبيبة حطنا المية هيات وبدأت البتادين بدأ يتحلل في المية خالصة معاش بياله اصر ان لو اصر بسيط جدا جدا. والفراغ بتاعتنا هي تربطنا يبارك يا رب هي كان مية بسيطة برضو اللي كانت خارجانا. كانوا خارجانا على مرتين على قد البيض اللي كان بيبقى موجود عندي. انتم عارفين زي ما انا بقول لكم ان انا كنت اي بيت. بيبقى موجود عندي لو بطين تلاتة. والفراغ هتقطع او البطة هيقطع كنت بحطه في الفقاسة ما كنتش بقول ما كنتش بتردد. فكنت بحطه بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك يا رب شايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العليل العظيم. معانا كم فارخ دول الله موصل على محمد اتنين اربعة ستة. وبطية خريط معانا هي. ربنا يبارك. معانا البيض برضو في الفقاسة. بس كميات بسيطة مش كميات كتيرة. بس عشان ان انا ما سيبش البيض يبوز. دي كتكوت. بتاع يا بزراميتها يا حبيب قلبي. ربنا يبارك يا رب. كتكوت بزراميت. برقابانة هو. بسم الله ما شاء الله. واضح البطية الخريط بتاعتنا. ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك. من الجميع يا رب ان شاء الله. حاجة في منتهى الجامل. تعالى يا عم الحج راح فيه من كتركه. من كتركه عايزين تهربوا. ده واحد آآ بلد مهجن. وده بلد مهجن. ده علو حبيبي ده هيبقى بزراميت برضو. الامر الجامل ده هيبقى بزراميت. بسم الله ما شاء الله. بزراميت برضو وهوت. ربنا يبارك يا رب. كده معانا اتنين بزراميت. وده هيبقى هندي. صح يا عم الحج? عيب. الحاجة لها نظرة كده. ده هندي هو يا حبيبي. وده ممكن برضي بقى هندي. ده بزراميت. ده بزراميت هو يا حباب قلبي. آآ ربنا يبارك يا رب شكل وشكل الهندي بالضبط بس هو بزراميت. ربنا يبارك للجميع. ويرزق كل الامكان الخير يا رب الله ما امين. ده بط بط خليطة هوات. ما عادش حد ليه اي حاجة عندي خالص تماما. والله هو لسه لحد اللي انقل فقاسة موجودة عندي وتمانها مدفوع. والحج اللي واخدها مش لاقي اي حاجة تجيبها له. بس انا هحاول اتصرف. قال لي والله يشغاليها. قلت له لا ما ينفعش خلاص يمعتش بتاعته وما ينفعش اشغاله. فحاول بقدر الامكان ان انا تواصل مع اي حد يحاول ان هو يوصلها له ويشحنها له. يعني حتى موقعنا شحنها للمصر هو يروح ياخدها من مصر. لان هو من بني سويف فالمشوار صعب جدا جدا ان هو يجي اخدها وبتكلفة عليه. كانوا في تلات تلاف جنيه ما صرفشها. فحرام. دي البودة دي اتبتين بش في البودة الايه لسه مخرجتش. كانت كتبين بالشولب ايه? جيبها نحطها انا واشيلا بقى الرشاة مية. زي وانتوا شايفين حضراتكم. دي البود اللي موجود معايا. دي البود بتاع طيورش. دي بودة نقرهيت برضو. بسم الله ان شاء الله. الله مبارك. عايز حد يساعده مش ليه حد يساعده. وازراء كتر كتبت هندي اهو. صلى الله وعليه وسلم. ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله. اتمنى انا ما كنتش بحط البيض مع بعضه. فالكتاكيت ما بتخرجش مع بعضها. يعني كان البودة اللي كان بيجيلي عشان حرارة الجو. انا كنت برست على طول في الفقاس. كان في بودة مفرقعة. وعمل على البيضة هي. فالله يخرج ما فيش مشكلة هنحطه مع بعضه في البوكسة اللي عندي. ده بقى بينهم من بعد آآ خشبة كده عشان ده محطوط في يوم وده محطوط في يوم. فقلت بدلا نحط كل حاجة فرف. عمتا انا هجدد اللورفوف بتاع الفقاسة عايزة سلك جديد فانا هجدد لها سلك بتاعها. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. ورزقنا ورزقكم جميعنا الخير. الله مؤمين. ده بقى معانا ست كتاكيت هيخش مع الكتاكيت الامامر دول والبطاية الحلوة ديت هيخش وياهم ياكلوا واشربوا معها. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. عبت بس اولوكم الفقاسة بتاعتي شغلة وفيها الانتاج تمام. مفيش اي مشكلة. بس كميات البيض بسيطة جدا جدا لانه الطيور كلها الوقتي. قل شريش وايه? وقطعين بيض. يعني الطيور عندي الوقت قطع بيض. فانا سايبهم عمتا انا ممكن اعمل لهم حاجة انها تخلوهم يبيضوا. بس انا سايبة الطيور انها تريح. عشان ما تغطش عليهم زيادة عن اللزوم. والطيور تخسي منه تتبهدل. فانا لازم انا درهم فترة نقاها ان هما يرتاحوا فيها. مش على طول انتاج انتاج على طول ان هما بضوا معايا كتير الفترة دي. فانا حاب ان انا سيبهم ان هما ياخدوا راحتهم شوية. ادرهم راحة حتى لو عشرين يوم حتى. ان هما يرتاحوا فيهم. عشان حرام علي ان انا اجهدهم زيادة عن اللزوم. لان كل ما الطيور ما هتبدأ تبيض معاك على طول باستمرار. وكده انت بتجهدي جسم الطير. فبيبدأ ان هو ايه? يقلي معاك في الوزن. فانا مش حاب ان انا اجهد طيوري فانا حاب ان انا سيبهم يرتاحوا بروحتهم. حتى لما مقت الحر دي تعدي. عشان الانتاج اللي بقى موجود معايا ما يموتش من الحر او يتبهدل من الحر. لان مهما يكون كتكوت الحر ما بيبقاش بحجم الكتكوت بتاع الشتاء. لان الشتاء الطير بيبقى ياكل ودفيان وينم مكانه وبشيل معاك احلى وزن. انما في الصيف مهما تأكله. فالطير بيبقى معاك نافش ريش وخفيف. فانا ما فيش مشكلة عندي. انا الحمد لله ربنا ارضاني ورزقني كتير جدا جدا من الفقاسات. وكان الانتاج معي كل المتابعين يا كون شايفين انتاج عندي عشرة على عشرة. آآ فالحمد لله طير الوقتي الف شريش وفصلين ضيد فما فيش مشكلة. هو يعني كان من كتر الانتاج اللي كان بيبقى عندي كانت الفقاسات بتبقى مليانة من امل. فاخدت عين كبيرة جدا جدا في فقاساتي وفي شغل وفتيوري. فالحمد لله آآ الفراخ الهند عندي كان بتاكل في بعضها لحد ما اتموت بعضها. فقدر الله مش هافعل ان شاء الله نعمل انتاج تاني والرب كتاكيت آآ هندي ونعمل منها اهالي كبيرة. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير. الفيديو بتاعي النهاردة كان فيديو بسيط جدا جدا. شايفين البزروميت وجماله هو واقف كده. بسم الله ومشاء الله. حبيت نعمل معاكم فيديو النهاردة وعرفكم ان الفقاسة بتاعتي شغالة وانتاجها تماما ما فيش مشكلة. بس التأثير ان انا ما عنديش بيد دلوقتي حاليا. البيض اه الطيور الشريش ومريحين من البيض. فانا حابة ان انا ادلهم راحة عشان مجدهمش بس وخلاص يبقى عاملانهم عملية اجهات في الفاضي. فانا حابة ان نريحهم حتى شهر تمانية كله على الاقل كده. آآ النهاردة معانا مش سبعتاشر او طمانتشار تمانية مش فاكرة. النهاردة الحد. بس انا مش عارفة التاريخ كان بالزبط. فانا حابة ان نريحهم لنهاية الشهر. وبعد كده يبدأ نهلي معانا شهر تسعة. نبدأ ان نرجع طيورنا تبيض تاني من جديد. فربنا يبارك يا رب لي ولكم امة محمد ان شاء الله. ويرزق كل من كان الخير. الله مؤمن. استناني الفيديو جديد واشوفكو على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.